بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقلوب ملؤها المحبة وتنبض بالمودة أرحب بكم تلاميذنا الأعزاء تلاميذ الصف الثاني في مدرسة المناهل الدولية ألتقي بكم اليوم في درس جديد من دروس اللغة العربية في كتاب التلميذ لنتعلم فيه مبادئ القراءة سويا وهو الدرس الأخير من منهجنا وبهذا يكون المنهج قد انتهى للفصل الدراسي الثاني ومعه انتهى منهجنا للعام الدراسي الذي أتمنى من الله تعالى أن تكونوا قد صنعتم لأنفسكم مستقبلا يليق بكم من خلاله يا صغاري للسنوات الدراسية القادمة أتمنى منكم الاستمرار بالمتابعة والجد والاجتهاد في الدراسة قبل أن يغلق العام أبوابه وقبل البدء بالدرس لدي لكم حكاية جميلة سيرويها لكم صديقنا السندباد الرحالة الذي يسافر بين البلاد ويجمع القصص والأخبار العديدة ويرويها لنا وقد مر في مدينتنا وحمل لكم حكاية رائعة وهي بعنوان مشروع تعاوني هيا بنا لنتعرف سويا على تفاصيل هذه الحكاية حدثنا السندباد يحكى أنه كان هناك مدرسة جميلة قبل دخول التلاميذ إليها تم بناؤها والعمل على تجهيزها لهم كي تكون معدة لاستقبال التلاميذ وتلقي العلم فيها وبعد الانتهاء من عمليات البناء والطلاء بدأ القائمون عليها بإحضار السبورات والمقاعد والطاولات وكل ما تحتاجه من معدات الكترونية وأجهزة حاسوب ومكبرات صوت وما يسمى المايكروفون وغيره كلها كي تكون مهيئة لاستعدادا لاستقبالهم تم افتتاح المدرسة وبدأ التلاميذ بالتوافد لها وتلقي الدروس والاهتمام بالعلم وواجباتهم وفي كل مناسبة جميلة كانت تصادفهم كان التلاميذ فيها يعدون أنشطة وفقرات منها للنشاط العلمي أو الترفيهي أو الاحتفال بالمولد النبوي ولا ننسى فرحة النجاح بنهاية العام الدراسي حقا إنهم تلاميذ رائعون يتعلمون ويبدعون ويقدمون الشيء الجميل في متابعة دروسهم وبرامجهم الإذاعية فقد سألت أحد التلاميذ عن اسم الذي يقومون بتقديمه فقال لي هي حفلات وبرامج إذاعية وتوعوية نقدم فيها الفقرات العديدة ويتعاون فيها الجميع من أصدقائنا التلاميذ ومعلمين فنستفيد ونفيد حقا إنها مدرسة رائعة يتعاون فيها الجميع بالعمل كي يزدهر وينهض التلاميذ فيها بمستواهم العلمي ليصبحوا بناة للمستقبل انتهت حكايتنا يا صغاري هل أعجبتكم؟ وهل عرفتم المدرسة التي تحدث عنها السندباد وزارها؟ رائع يا صغاري إنها مدرستنا الحبيبة وبكل فقر مدرسة المناهل الدولية إذن يا صغاري في هذه القصة التي حدثنا عنها السندباد منذ قليل ما هي أهم القيم التي تعلمتموها منها؟ أحسنتم يا صغاري التعاون وأيضا ممتاز حب العلم وأيضا البذل والعطاء وأيضا ممتاز تعلمتم اسما جديدا ومصطلحا جديدا ما هو؟ ما اسم الأعمال التي يقدمها التلاميذ في الحفلات والأرشطة؟ رائع يا صغاري برامج إذاعية وهي ما يسمى الإذاعة المدرسية فهي تنتشر في كل جوانب المدرسة صالاتها وباحاتها وحتى صفوفها وهي ما تساعدكم أولا على تلقي العلم في صفوفكم ثم تخرجون لتبدعون في صالاتها خارجا وباحاتها وتستخدمون الميكريفونات ومكبرات الصوت وهذا ما يسمى بالإذاعة المدرسية أما الفقرات التي تقدمونها في أي حفل ما أو نشاط ما هي البرنامج الإذاعي في درسنا لليوم أيضا توجد مجموعة من التلاميذ مع معلمتهم يعدون مشروعا تعاونيا لبرنامج إذاعي بمناسبة نهاية العام الدراسي هيا لنقرأ الدرس ونتعرف أكثر على تفاصيله ولاحظوا إن عنوان درسنا يشبه عنوان حكايتنا فعنوان درسنا أيضا لليوم مشروع تعاوني في البداية سأقوم بالقراءة أنا وأرجو منكم أن تضعوا إصبعكم تحت كل كلمة أقوم بقراءتها مشروع تعاوني اجتمعت لجنة الإذاعة المدرسية بحضور المعلمة المشرفة ومجموعة من التلاميذ الموهوبين لإعداد برنامج إذاعي بمناسبة نهاية العام الدراسي بدأ رئيس اللجنة توزيع المهام على التلاميذ فقال أنت يا ناذر ستحضر كلمة شكر للعاملين في المدرسة وأنت يا مرح نعطيك فقرة الغناء فصوتك جميل وأمير يعذف لك على الآلة الموسيقية قالت سمر وأنا سوف أحضر فكاهة لأدخل البهجة إلى نفوس الجميع سأل أمير ومن سيقدم الفقرة الموسيقية قال رئيس اللجنة مجموعة من تلاميذ الصف الثاني سألت المعلمة من سيكون عريف الحفل قالت نجوة بلال فهو يخطط أن يصبح مذيعا في المستقبل قالت المعلمة المشرفة ما رأيكم أن أكتب غطاقات الدعوة إلى أولياء الأمور فقالوا جميعا موافقون أما فقرة الشكر للمعلم فكانت من نصيب نجوة لأنها رائدة في مجال الفصاحة والخطابة وقد طلبوا إليها أن تسمعهم بعضا منها فألقت مقطعا من قصيدة عن المعلم جاء فيه نجمة وجهه في دروب السماء غيمة كفه لا تمل العطاء فاشهدوا إنه أوف الأوفياء وبهذا يا صغاري أكون أنهيت قراءة الدرس شكرا لكم على إصغائكم وأتمنى منكم أن تقرأوا الدرس في المنزل مرات عديدة حتى تتمكنوا من قراءته بشكل جيد أن تركزوا على تهجيئة الكلمات وحركات الحروف لكل كلمة ننتقل الآن للمقطع الأول لنفهم تفاصيل درسنا أكثر ومعلوماته وما هي المفردات الجديدة فيه بداية يا صغاري سأعيد قراءة المقطع الأول مشروع تعاوني اجتمعت لجنة الإذاعة المدرسية بحضور المعلمة المشرفة ومجموعة من التلاميذ الموهوبين لإعداد برنامج إذاعي بمناسبة نهاية العام الدراسي ماذا تلاحظون في هذه الصورة أحسنتم يا صغاري رئيس اللجنة من التلاميذ الموهوبين من التلاميذ الموهوبين إذن حضرت المعلمة المشرفة ومجموعة من التلاميذ الموهوبين لماذا اجتمعت لجنة الإذاعة المدرسية؟ رائع يا صغاري حدثكم السندبات عندما سأل أحد التلاميذ عن اسم الذي يقوبون بتقديمه رائع يا صغاري هي قائمة بمجموعة من الأنشطة والفقرات التي تقدم في حفل ما إذن ما هي فكرة المقطع الأول؟ ممتاز يا صغاري اجتماع اللجنة الإذاعية مع المعلمة للتحضير للبرنامج الإذاعي والآن يا صغاري ننتقل للمقطع الثاني سأقوم بقراءتي وأرجو منكم التركيز في القراءة ومعلومات هذه الفقرة ووضع المعلومات في عقلنا كي تستطيعون استرجاعها عندما أطرح عليكم أسئلة منها أريد منكم أن تستخرجوا إجابات أسئلة التي سأقوم بطرحها من هذه الفقرة لذا ركزوا جيدا بدأ رئيس اللجنة توزيع المهام على التلاميذ فقال أنت يا نادر ستحضر كلمة شكر للعاملين في المدرسة وأنت يا مرح نعطيك فقرة الغناء فصوتك جميل وأمير يعزف لك على الآلة الموسيقية قالت سمر وأنا سوف أحضر فكاهة لأدخل البهجة إلى نفوس الجميع هل أنتم مستعدون للسؤال الأول؟ هيا لنبدأ ما العمل الذي سيقوم به نادر؟ في هذه الفقرة لدينا عدة أصدقاء كل واحد منهم سيقوم بعمل بداية نادر ما هو العمل الذي سيقوم به؟ ممتاز أصغاري سيحضر كلمة شكر للعاملين في المدرسة السؤال الثاني ما العمل الذي ستقوم به مرح؟ ما هو العمل الذي ستقوم به مرح؟ صديقتنا الثانية في هذا المقطع رائع يا صغاري ستقدم فقرة عن الغناء لأن صوتها جميل نعطيك فقرة الغناء وصوتك جميل الآن من سيعزف على الآلة الموسيقية؟ ما اسمه؟ صديقنا الثالث الذي سيعزف على الآلة الموسيقية؟ رائع يا صغاري إنه أمير وهو من سيعزف على الآلة الموسيقية لدينا صديقة رابعة اسمها سمر أخبرتكم بأنها ستحضر فكاهة لتدخل البهجة إلى نفوس الجميع تدخل البهجة أي السعادة إلى قلوب أصدقائها ورفاقها ولكن ما معنى فكاهة؟ ماذا ستقول حتى تجعلهم فرحين؟ وتدخل السعادة إليهم؟ أحسنتم يا صغاري فكاهة تعني طرفة إذن لديكمل الفقرة الثانية من المقطع الثاني سأل أمير ومن سيقدم الفقرة الموسيقية؟ قال رئيس اللجنة مجموعة من تلاميذ الصف الثاني سألت المعلمة من سيكون عريف الحفل؟ قالت نجوة بلال فهو يخطط أن يصبح مذيعا في المستقبل قالت المعلمة المشرفة ما رأيكم أن أكتب بطاقات الدعوة إلى أولياء الأمور؟ فقالوا جميعا موافقون هل ركزتم في قراءتي؟ لنكمل الأسئلة من سيقدم الفقرة الموسيقية؟ من سيقدم الفقرة الموسيقية؟ ابحثوا عنها من ذاكرتكم من يستطيع والذي لا يستطيع الفقرة أمامه فليبحث عنها فليبحث عن الإجابة رائع يا صغاري مجموعة من تلاميذ الصف الثاني لماذا تم اختيار بلال ليكون عريفا للحفل؟ سألت المعلمة من سيكون عريف الحفل؟ فقالت نجوة بلال لماذا؟ رائع يا صغاري لأنه يخطط أن يصبح مذيعا في المستقبل فالمذيع يجب أن يكون متحدثا جيدا باللغة العربية الفصحة ولا يخاف من الذين يقفون أمامه أو يسمعونه ولا يتلبك أيضا من الذي وزع المهام على التلاميذ؟ من الذي قام بتوزيع المهام هذه كله على رفاقه؟ رائع يا صغاري رئيس اللجنة وما معنى عريف الحفل؟ ما معنى عريف الحفل؟ ممتاز يا صغاري هو مقدم الفقرات في البرنامج الإذاعي إذن ما؟ هل تم أعطي كل عمل لمن يتقنه؟ هل أعطي كل عمل في المقطع الثاني؟ لمن يتقن هذا العمل؟ الغناء والعزف على الآلة الموسيقية؟ وعرافة الحفل أيضا والفكاهة؟ رائع يا صغاري نعم فقد أعطي كل عمل لصاحب هذه الموهبة الذي يستطيع القيام بها إذن ما فكرة المقطع الثاني؟ هيا فكلوا يا صغاري ما فكرة المقطع الثاني؟ رائع جدا توزيع المهام بين التلاميذ الموهوبين والآن حان دور المقطع الثالث هل أنتم مستعدون لسماعه وتركيز معلوماته في عقولكم حتى تستطيعون الإجابة على الأسئلة؟ هيا بنا سأقوم بقراءته أما فكرة الشكر للمعلم فكادت من نصيب نجوة لأنها رائدة في مجال الفصاحة والخطابة وقد طلبوا إليها أن تسمعهم بعضا منها فألقت مقطعا من قصيدة عن المعلم جاء فيه نجمة وجهه في دروب السماء غيمة كفه لا تمل العطاء فاشهدوا إنه أوفى الأوفياء نجمة وجهه إنها تخبرنا بأبيات جميلة عن المعلم هذه الأبيات هل هي شعر أم ناث؟ رائع يا صغاري إنها شعر أما الكلام الذي يكتوب الذي يكون مكتوبا بهذا الشكل هل هو شعر أم ناث؟ ممتاز يا صغاري إنه ناث بداية سأقرأ الأبيات أشرحها نجمة وجهه في دروب السماء النجمة ما هي النجمة؟ ممتاز هي الشيء المضيء الذي يظهر لنا في السماء في الليل والمعلم هو يضيء لنا دروبنا ليخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلمية صغاري غيمة كفه لا تمل العطاء الغيمة والمطر دليل على ماذا؟ رائع يا صغاري دليل على الخير إذن والمعلم كالغيمة التي تعطي الخير فهو لا يمل العطاء أبدا فاشهدوا إنه أوفى الأوفياء من يسهر ويحضر الدروس ويتابعكم ويقف معكم ساعات طويلة في الصف ويعلمكم ويتابع دروسكم وواجباتكم ولا يمل أبدا في تحسيني عقولكم وعلمكم هل هو ألا يستحق لقب أوفى الأوفياء؟ نعم يا صغاري فمعلمنا جميعا هم أوفى الأوفياء لماذا كانت فقرة الشكر من نصيب نجوى؟ لماذا كانت فقرة الشكر من نصيب نجوى؟ ممتاز يا صغاري لأنها رائدة في مجال الفصاحة والخطابة إذن فما هي فكرة المقطع الثالث؟ هي فقرة شكر المعلم في البرنامج الإذاعي وماذا تعني في مجال الفصاحة والخطابة؟ ماذا تعني كلمة الفصاحة والخطابة؟ الفصاحة أي أستطيع أن أتحدث بطلاقة باللغة العربية والخطابة أحسنتم يا صغاري إنها إلقاء الشعر إذن الفصاحة والخطابة دليل على إلقاء الشعر هل نجح الفريق بعمله؟ هل نجح هذا الفريق بعمله في هذا الدرس يا صغاري؟ رائع نعم إنهم قد نجحوا ولكن كيف؟ بداية ما العمل الذي قاموا به؟ ممتاز يا صغاري خطط هذا الفريق لعمله جيدا وأيضا رائع جدا يا صغاري أعطى كل عمل لمن يتقنه وأيضا رائع جدا يا صغاري تعاون الفريق مع بعضهم كل في دوره ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام وقرآننا الكريم قد قال الله تعالى فيه بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإكم والعدوان فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في التعاون فيما بيننا ولكن بكل الخير ولما هو فيه خيرنا في هذه الدنيا إن كنا صغارا أو كبارا وأن نعود عن الشر ولا نتعاون في أمر قد يضرنا أو يضر غيرنا أو يضر هذه الدنيا من حولنا لنثبت معلومات الدرس أكثر في خريطة المفاهيم هيا بداية عنوان درسنا مشروع تعاوني ولكن ما موضوع الدرس وعما يتحدث؟ ممتاز جدا يا صغاري موضوع درسنا إعداد برنامج إذاعي بمناسبة نهاية العام الدراسي موضوع درسنا المحتوى الموجود فيه على ماذا ركزت في هذا الدرس؟ أريد منكم أن تخبروني الأفكار الرئيسية والشخصيات وماذا تعلمتم من هذا الدرس؟ استذكروا معي المقطع الأول هيا يا صغاري إنكم رائعون وتستطيعون التفكير وتستطيعون التذكر المقطع الأول عندما حضرت المعلمة ورئيس اللجنة واجتماع التلاميذ ما الذي حدث؟ رائع جدا يا صغاري إذا فكرة المقطع الأول هي اجتماع اللجنة مع المعلمة للتخضير للبرنامج الإذاعي أما المقطع الثاني ماذا حدث في المقطع الثاني؟ كيف تعرفتم على أسماء أصدقائكم في هذا الدرس؟ وما الذي حدث معهم؟ رائع جدا يا صغاري توزيع مهام العمل بين التلاميذ الموضوعين أما فكرة المقطع الثالث هي من يخبرني؟ ممتاز جدا يا صغاري فكرة شكري المعلم في البرنامج الإذاعي الآن من يعدد لي أسماء الشخصيات التي مرت معنا في الدرس؟ ممتاز جدا بداية المعلمة ثم رائع رئيس اللجنة ومن يذكر أسماء من أسماء الأصدقاء؟ رائع أمير ومرح وأيضا ممتاز ناذر وسمر وأيضا نجوة وبلال أحسنتم يا صغاري هؤلاء هم مجموعة الأشخاص الذين التقينا معهم في هذا النص وماذا تعلمتم من هذا الدرس؟ عندما نجح الفريق بعمله ما سر نجاح هذا الفريق؟ رائع جدا يا صغاري التعاون والتخطيط للعمل وتنظيمه هو سر النجاح والآن يا صغاري حان وقت التفكير سنلعب قليلا مع بعضنا ونمرح في هذه الفقرة لن أظهر شبكة المعاني والمفردات كما تعودنا سابقا في دروسنا سأطرح لكم أسئلة وأريد لكل سؤال إجابة بكلمة واحدة فقط ولكن ستحضرون هذه الكلمة من عقولكم ومما تتذكرونه من الجملة التي أقولها الآن أريد منكم التركيز كثيرا لأن الآن حان وقت التفكير هيا فكروا وركزوا معي واحفظوا الجمل في عقولكم وركزوا في كل كلمة حتى تستطيعوا الإجابة من ذاكرتكم هيا يا صغاري سأبدأ أولا بجملة الأولى أمير يعزف لك على الآلة الموسيقية أمير يعزف لك على الآلة الموسيقية ما هي الكلمة التي تحتوي على تنوين الضم في هذه الجملة؟ رائع جدا يا صغاري رئيس اللجنة توزيع المهام على التلاميذ ممتاز جدا يا صغاري الفعل الماضي هو بدأ الآن الجملة الأخيرة هيا من هو مستعد؟ وبركز الآن معنا الجملة لإعداد برنامج إذاعي بمناسبة نهاية العام الدراسي أين الكلمة التي تحتوي على لام قمرية؟ أحسنتم يا صغاري إنها كلمة العام ولكن أين الكلمة التي تحتوي على لام شمسية؟ أيضا في نفس الجملة؟ من يتذكر؟ ممتاز جدا يا صغاري إنها الكلمة التي تليها وهي الدراسي واللام فيها هي اللام الشمسية جيد جدا يا صغاري إنكم رائعون وقمتم بالنشاط بطريقة رائعة أيضا وفكرتم وركزتم معنا الآن حان دور الواجب البنزلي وهو كتابة المقطع الثاني واستخراج كلمات تحتوي على أنواع التنوين في النص واستخراج خروف الجر من النص أيضا وتصميفها في جدول شكرا لكم على حسن متابعة والإصغاء أرجو منكم إعادة الدرس مرة أخرى ففي الإعادة الإفادة والإعادة تعلم التلاميذ الشطار لذا يا صغاري أرجو منكم إعادة الدرس وأودعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد ترجمة نانسي قنقر